نحن الان في مدينة البصرة العارف بالله ابو اليزيد البصطامي نائم ذات ليلة فسمع في المنام بعض صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له يا ابو اليزيد ان الليلة هي عيد النصارى فتوضى واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضى ابو اليزيد. ودخل دير النصارى في مدينة البصرة. ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم انا لا استطيع ان اتحدث وبيننا رجل المحمدي دخل الدير علينا. فقالوا له يا ابانا وما ادراك انه محمدي. فقال لهم ان اصحاب محمد سيماهم في وجوههم من اثر الزجود. فلما واشر الى ابو اليزيد وقال له اخرج. قال ابو اليزيد والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم. وهو خير الحاكمين. فقال ابوهم سنوجه اليك اسئلة. ان عجبتنا عنها امنا بنبيك. وان عجبت عن سؤال واحد لن تخرج الا محمولا على اكتافنا قتيلة. فقال ابو اليزيد سلماشي. فقال البابا ما هو الواحد الذي لا ثاني له? وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهم? وما هي الثلاثة التي لا رابع له? وما الاربعة التي لا خامس لها? وما الخمسة التي لا سادس لها? وما الستة التي لا سابع لها? وما السبعة التي لا ثامن لها? وما الثمانية التي لا تاسع لها? وما التسعة التي لا عاشر لها? وما هي العشرة التي تقبل الزيادة? ومن هم الاحد عشر وما هي المعجزة المكونة من اثنين التي اخبر احد افراضها بانهم ثلاثة عشر وما هي الاربعة عشر شيئا التي كلمت الله وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه وما هو القبر الذي مشى بصاحبه وما هو الشيء الذي خلقه الله والتعظمه وما هو الشيء الذي خلقه الله والتنقرة وما هي الاشياء التي خلقت من غير اب ولا ام ثم ما هي الذاريات ذروة والحاملات وقرة والجاريات يسرى والمقسمات امرة وما هي الشجرة المكونة من اثنين عشر غصنا في كل غصن ثلاثون ورقة في كل ورقة خمس ثمرات ثلاثة في الظل واثنان في الشمس اجب يا ابا اليزيد. وقام ابو اليزيد وقد القى الله برد السكينة في قلبه. فقال له اما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله واحد. اما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار ايتي. واما الثلاثة التي لا رابع لها فاعظار موسى عليه السلام للخبر رضي الله عنه. اذا ركب في السفينة غرق رقا. اذا لقى غلاما فقتله. اذا اتى يا اهل قرياط استطعم اهلها. قايا هذا فراق بيني وبين. الاربعة التي لا خامس لها هي التوراة والذبور والانجيل والقرآن. الخمسة التي لا سابس لها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. قال له القسيس فلماذا قال في اخر الاية وما مسنا من اللغوب. فقال يا ابو اليزيد لان اليهود قالوا ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم وصابه التعب فالصراح يوم الزبت فقال لهم الله وما مسنا من اللغوب. يعني ما تعدنا حتى نستريح. اما السبعة التي لا تامن لها الذي خلق سبع سماوات انطباقا. الثمانية التي لا تاسع لها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ الثمانية. التسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا اذكرها. قال له اليد والعصى والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والدفاضع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة? من جاء بالحسنة فله عشر امتالها? والله يضاعف لمن يشاء. من هم الاحد عشر اخلا? اني رأيت احد عشر كركبا اخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من اثنى عشر شيئا? واذ استفقى موسى لقومه فقل نضرب ضعفاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينة. ما هي الوسرة الثلاثة عشر? والشمس والقمر رأيتهم للساجدين. فاحب عشر اخا وشمسا وقمرا اي اذا واما هؤلاء ثلاثة عشر. ما الاربعة عشر شيئا? التي كلمت الله قال له السماوات السبع والارضون السبع فقضاهن سبع سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات السبع والاراضين السبع اغتيا فوعا او كرها? قالت اتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار بصاحبه? حوت يونس. فالتقمه الحوت وهو مليم. ما هو الشيء الذي تنفسه روح فيه? والصبح اذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه? كيد النساء. ان كيد كل عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره? صوت عليه السلام. والملائكة الكرام. وكفش اسماعيل وناقة صالح. من هم الذين كذبوا? ودخل الجنة? اخوة يوسف. جاءوا اباهم عشان يبكون? وقالوا لي ابيه ماك له البيع? ومع ذلك قال لهم يوسف يغفر الله لكم وهو وارحم الراحمين. من الذين سبقوا ودخلوا النور? قال له اقرأ قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له ما هي الشجرة? المكونة من اثنى عشر غصنا. في كل غصن ثلاثون ورقة. في كل ورقة خمس ثمرات. وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له اجيبك على الذاريات ضروا وهي الرياح. والحاملات يقرا وهي السحب التي تحمل الامطار. والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر. المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة في اثنى عشر غصنا اي اثنى عشر شهرا في كل غصن ثلاثون ورقة. اي ثلاثون يوما في كل ورقة خمس سمرات اي خمس سلوات. ثلاثة في الظل المغرب والعشاء والفاجر. واثنان في الشمس الرهو والعص. ثم قال ابو اليزيد للبابا اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عليه. قال له سل يا ابا اليزيد. قال له ما هو مفتاح الجنة. فوقف البابا صامتا فقال الجالسون. تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبك. ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الاجابة. فقال لهم والله اني اعلم الاجابة تمام الحل ولكني اخاص منكم. قالوا له قل ولا تخص ونحن وراك. فوقف البابا وقال مفتاح الجنة لا اله الا الله. محمد الرسول الله. فقال الجميع وراه لا اله الا الله. محمد الرسول الله. فقاموا على الدير فحولوه الى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. أيها الأخوة العزاء اعود من مدينة البصرة الى هنا وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اصطلحوا مع الله وارجعوا الى الله وتوبوا الى الله واستغفروا الله والله الذي لا اله غيره. لقد عددت لمؤتمر عقد في جامعة الصيوب برئاسة الاساتذة المتخصصين في العلوم الكونية في الكيمياء والطبيعة والاحياء. اتدرون لماذا عقد هذا المؤتمر الذي نشرته الصحف بتاريخ سبعتاشر نوفمبر اجتمعوا ليضعوا الخطة اللازمة التي يستقبلون بها الخطر الداهم. قلت سبحان الله اي خطر? هل الوسطول السابع ستحرك? هل روسيا ستحرك قواتها الى مصر? اذا فما هو الخطر الداهم? اتدرون ما الخطر الداهم? خطر يسمى النمل الابيض. قال المؤتمرون ان بلاد الصحيب مهددة بزحف خطير من النمل الابيض الذي اتخذ قواعده في اعماق الارض بخمسة انطار? يستعد للهجوم على قرى الصحيب? وقد سبق ان هدم مئات البيوت قبل ذلك? ولكنه سيجد المرتع غصيبا بعد السيول التي اجتاحت مدن اسوان وقناه وسوهاد والبحر الاحمر. استعداد للنمل. النمل يهدد. النمل يهدد اربعين مليونا. النم النم. النم ان لم نسب الى الله يحاربنا الله بالنم. بعد ان حرمتنا السيول لا ملجأ من الله الا اليه. ليس لها من دون الله كاشفه. اذفة الا اذفة. ليس لها من دون الله كاشفة. النم? وكيف نحارب النم? انحاربه بالدبابات? انرسله اليه القوات الخاصة? نرسله رجال الصاعقة? لينزلوا معه في صراح? انحاربه بالمدافع? كيف نحارب النم يا عباد الله? نحاربه بشيء واحد هو الصلح مع خالق النم. اصطلحوا مع خالق النم سيصدر الله وامره الى النمل قائلا يا ايها النمل ادخلوا مساكلكم. اصطلحوا مع الله. وعودوا لله واستغفر الله. اللهم انصوا الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا واعلك عداءنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي. محمد طب القلوب ودوائها. وعافية الابدان وشفائها. ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه. واقم الصلاة.